أهلاً ومرحباً بكم على قناتكم المفضلة قناة مصر للتعليم الفني برنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة مخصصة لصف الأول جدارات نجارة العمارة وهنستكمل مع بعض مخرجات التعلم درسنا الحلقة اللي فاتت سلم نقالي مفرد والنهاردة هناخد سلم نقالي مجوز وهنعرف إيه الفرق وإيه القوانين اللي هنمشي عليها وإزاي هنقيس طول الدرجة وعلى بعد الأواي اتكلمنا مع بعض باستفادة كاملة عن موضوع مخرجات التعلم بالنسبة ليه وحدة السلالم الخشبية وقلنا أن السلالم الخشبية لازم نفرق بين نوعين السلم النقالي وسلم الداخلي السلم النقالي قلنا له مميزات والسلم الداخلي له مميزات لكن بيشوبه بعض العيوب هنتكلم بالصفات النهاردة كتاني ونكمل الكلام اللي قلناه الحلقة اللي فاتت لو تبعنا كده مع بعض لو بصينا ويشوفنا مخرجات التعلم اللي بتتكلم عن وحدة السلالم الخشبية اللي بتحكي عن الوحدة السادسة طبعا تنفيذ وتركيب أعمال نجارة السلالم الخشبية هنقول المخرج الأول اللي احنا نفذناه طبعا ينفذ السلم النقالي المفرد مخرج التعلم رقم اتنين ينفذ السلم النقالي المجوز واللي احنا بصدده بحلقة اليوم ان شاء الله الحلقات اللي جاية هننفذ سلم خشبي قلبة واحدة وبعد كده هننفذ السلم الخشبي قلبتين بيبقى داخل المبنى زي الفيلل والقصور والحاجات دي طيب المخرج التعلم اللي هو ينفذ السلم النقالي المجوز ده احنا قلنا طبعا الغرض من السلالم بسهولة كده ويسر كده او بسرعة هنتابع مع بعض نقول سهولة الصعود على الأقدام او الهبوط او الوصول من وإلى الأدوار المتكررة بتنقل السلم براحتك وتنقله من مكان لمكان ما لانه موش سابت اه انواع السلالم النهاردة المخرج التاني هندرس النهاردة السلم النقالي برافو السلم النقالي المجوز طب ده له اه مميزات اه ما هو خفيف نسبيا بالرغم ان هما هيبقوا سلمين مع بعض اه فيمكن حمله ونقله من مكان لاخر ويستعمل بكسرة في الشواء والمحلات التجارية واستعمالات الصنايعية طب هنعرف كل الحاجات دي ازاي من خلال برضو المميزات هيت لسه معانا ان هو رخص التمن نسبيا بالمقرنة بالسلالم الخرصانية وطبعا السلم الخرصاني مش هيسهل نقله وده هيبقى سابت ومش هيتحرك وهيضطر ان هو يشغل حيز كبير من الفراغ اللي عندك في المكان او في الشق اه ده غير كده برضو ان هو الخشب بطبيعته عازل للكهربا وغير موصل للحرارة تصميمات بعض السلالم اللي هي السلامة انه قالي لو شفنا هنلاقي عدد الدرجات بيختلف حسب التصميم وحسب الارتفاع وحسب الغرض المعدلوه السلم منه قصير منه طويل منه تلت درجات اربع درجات خمس درجات لغاية ما تلاقي ممكن تلاقي اتناشر درجة كمان حسب ارتفاع السلم المتطلبات السابقة لدراسة هذه الوحدة لازم تكون اه طبعا بتحضر نفسك ويطراعي اه عوامل الامان والسلامة والصحة المهنية وبتحضر وحدة خمات ومعدات وادوات النجارة تشوف الخمات اللازمة بناء على التصميم اللي انت اخترته وبناء على التصميم ده برضو الرسم اللي انت اخترته هتختار العدد والادوات وما فيش مانع ان احنا نستعمل بعض الالات مخرج التعلم اللي احنا بنقوله النهاردة تنفيذ سلم نقالي مجوز ده المخرج التعلم رقم اتنين برضو مراجعة خفيفة كده على القانون السلم النقالي زي ما اتفقنا انه كل حاجة بتمشي بقانون يبقى السلم النقالي برضو لو كان الارتفاع اتنين متر او اقل من اتنين متر بتكون القاعدة السفلة له من بتبقى خمس الارتفاع ونزود عليها عرض قايم طبعا اتفقنا ان قطاعات الاخشاب المستخدمة في السلالم الخشبية هتبقى من قطاع سبعة ونص في تلاتة وتمانية من عشرة يعني تلاتة بوصة في بوصة ونص والفتحة العليا للسلم هتبقى نص السفلة زائد عرض قايم ما ننساش طيب لو كان الارتفاع من اتنين متر ونص ليه تلاتة متر لو اتنين متر ونص لتلاتة متر بتكون القاعدة السفلة ربع الارتفاع وتزود برضو عرض قايم والعليا هتبقى نص السفلة طب لو كان الارتفاع اكبر من كده يعني لو كان الارتفاع من تلاتة متر لستة متر طبعا بقى زي ما اتفقنا ان فيه ناس بتستعملوا في اشغال الكهرباء يصلح يركب لمبة في العمود يشغل او يوصل سلك مقطوع اعمال الكهرباء او اعمال الفراشة طبعا بتحتاج اطوال اه عالية من السلالم بيتراوح بين خمسة وستة متر كمان فبالتالي بيكون القانون بيختلف هنا بيكون القاعدة السفلة خمس الارتفاع زائد عرض قايم والفتحة العليا ها مش نص بقى بقى خمسين خمسين القاعدة السفلة زائد عرض اي ما ننساش القانون اللي هنشتغل عليه طبعا بداية لازم نجهز نفسنا ونلبس الزي الرسمي للعمل في الورشة او في القسم بنتبع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية بارتداء الافرول والخوزة والقفزات والسفتي والنظارة الواقية عشان النشارة والغبار ما يجيش في عينينا اه بعد كده طبعا بناء على الرسم اللي انت عملته هتحدد المقسات المطلوبة وفق الرسومات اللي انت جهزتها وطبعا قلنا يا جماعة الرسم هيبقى كروكي هيبقى كروكي بالمصطرة برضو والقلم الرصاص يعني مش متطلب ان انت تجيب مصطرة بقى حرف تي ولوحة خشب وزي مادة الرسم الفن زمان لا احنا عايزين سرعة في الاداء ومحتاجين ان الصنايعي او الطالب الجدير هيقرأ الرسم عشان ينفذ المهارة لان احنا قلنا بالمعارف والمهارات بتتحقق الجدرات طبعا هنجهز خمات السلم اللي هي مصنوعة من قطاع ايه زي ما اتفقنا قطاع تلاتة بوصة في بوصة ونص اللي هو برافو اللي هو سبعة ونص سنطي في تلاتة وتمانية من عشرة سنطي لو احنا اخترنا اي سلم من دول هنختار مثلا سلم وليكن فيه خمس درجات مثلا هنشوفه هنعمله ازاي ونشوف اطول الدرج دي هتبقى ازاي وبعد القاعدة العليا وبعد القاعدة السوف لابنان على القانون اللي احنا درسناه هنعمله ازاي كل الحاجات دي هننتبعها اسناء التنفيذ طيب عندنا بقى في المؤيسة التفصيلية لو حبينا نعمل مثلا سلم مترين ونص يبقى في عدد الاوايم او رجلين السلم زي ما بتقولوها ماشي يبقى في العدد كام اتنين طيب فيه الطول هيبقى كام متين وخمسين لا انت مزودتش ضفر لا مزودتش ضفر طب ليه هقولك ليه دلوقتي عشان الضئة عشان النقر بعيد جدا 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 عن حفة الايم يبقى مهوش عرضة للتفل اه تاني حاجة طبعا قلنا العرض والسومكة هيبقى واحد سبعة ونص فيه بوصة ونص طيب بالنسبة بقى للدرج حسابات الدرج ده هنقولها دلوقتي وهنعرف كمية الخشب اللازمة ليه اه طبعا ان بعمل مؤيسة لسلم مفرد وبعد كده بضرب في اتنين على اساس ان انا هعمله ميجوز يبقى دبل بعد كده بشوف ايه المتطلبات اللي انا عايزها تاني عشان اجمع السلم انه قالي المفرد يبقى ميجوز تمام طيب لو وصنا كده في معايير الاداء هنلاقيقول يتبع اجراءات الامن والسلامة المهنية حسب لوح المتبعة اللي احنا قلناها ان انت تلبس زي العام وتحافظ على نفسك من العدد والادوات اليدوية لا حاجة تقع على رجلك او حاجة تعور ايدك وبالراحة كده وانت بتناول زميلك ازاي تناوله العدة ان انت تمسك انت السلاح وتديه له النصاب على اساس ما تعوروش هنشوف كل الحاجات دي دلوقتي جهزنا الخمات اللازمة للتمرين تمام بعد كده هنشتغل في التمرين بقى جبنا الخشب غشيمة هوت وفصلنا جبنا اقطعها مثلا 15 سنطي بالطول المطلوب اللي هو مترين ونص وشقناها النص عشان نطلع الايمين اده ايمين واده ايمين بقى عندنا اربع قوايم عشان سلمين عندنا سلم نقال مفرد وسلم نقال مفرد هيبقوا سلم نقال مجوز بطريقة معينة هنقولها دلوقتي بعد كده طبعا هنصف ونوشح هنصف و هنصف على مكينة الربو والتخانة طبعا نمسح ونصف على مكينة الربو والتخانة بحيث لا تزيد نسبة المسح وتصفية عن برافو نص سنتي بعد كده هناخد نوشح العلام عشان نختار الوش النضيف والحرف النضيف عشان يبقى مراية السلم يبقى حاجة نضيفة وجميل طيب بعد كده هنعمل ايه هنعلم مقاسات الدرج يعني المسافة بين كل درجة ودرجة بناء على القانون بناء على القانون وبحيث ان الدرجة تكون مفيش اتساع بينها وبين التاني طب لو جئنا مثلا نبص الوقتي مثلا على السلم بتاع الحلقة اللي فاتت اهوت دي القاعدة العليا ودي القاعدة السفل لو جئت اس المسافة من هنا لو جئنا نقيس المسافة من هنا الهنا هتلاقي ان القاعدة ديت مثلا لو جئنا الاس دي من هنا الهنا اهو هو متجمع طبعا هتلاقي دي المسافة دي نص المسافة دي ليه لان كان طول او ارتفاع السلم كان كان متري طيب أنا عايز أحسب طول الدرج اللي أنا هعمله النهاردة في السلم المجوز وده هنا أربع درجات إنما السلم المجوز اللي أنا هشتغل فيه خمس درجات جبتلكوا برضو معي النهاردة السلم اللي أنا هعمله مجوزة هوت بناء على الرسم اللي أنا اخترته وهنبص هنا نلاقي كم درجة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة تمام؟ يبقى السلم ده واحد اتنين تلاتة أربعة ايه الفرق؟ طبعا اللي هيفرق معايا ارتفاع السلم هو اللي هيحدد لي بعد الدرجات عن بعضها طيب طريقة كتابة وتوزيع وتأسيم المسافات هنتكلم عليها بالصفادة كاملة بس ايوة صح صح كده معايا عشان نشتغل مع بعض طيب قانون السلم لو جينا نقول أنا عايز أحسب طول الدرجة يعني لو حشنا السلم ده وجبنا السلم اللي عليه الشغل النهاردة هو اللي هو سلم ايه؟ سلم هنعمله سلم مجوز اهو تمام؟ يبقى معايا سلم تاني اهو وبنفس الاتجاه هنشتغله مع بعض وهنعمله سلم ايه؟ مجوز طبعا أنا هعمل سلم مجوز ليه؟ أنا هعمل سلم مجوز ليه؟ السلم المجوز فيدته كبيرة جدا اولا لو انت جيت تجيب السلم انقالي المفرد لوحده يعني السلم انقالي المفرد لوحده لو حبيت انت تطلع عليه تصلح لمبة او تغير لمبة او تعمل اي حاجة في البيت عايز تلات اربعة او البيت كله يسندك بالسلم ايوة اسند معايا عشان ايه؟ عشان يطلع عليه طيب ما انت لازم انت كده طالع بايد ومسك بايد هتجي تغير اللمبة بايد واحدة مش هينفع يبقى لازم تمسك افرض ان انت عايز تمسك بانسة وتغير حاجة افرض ان انت عايز تجيب حاجة تقيلة من فوق الدولاب او من فوق قطعة المطبخ التانية يبقى انت مش هتقدر تستعمل ايد واحدة فبنعنا عليه لازم حد يسندك طب اللي هيسند ممكن يكونوا اولاد صغيرية او ممكن ما تلاقيش حد في الوقت اللي انت محتاج فيه الحاجة دي فبالتالي بتعوز عدد كبير او حد جامد يسندك بالرغم انه هو حد جامد يسندك هتلاقي السلم برضو يتهز منك وممكن لقدر الله يوقعك فعشان تستغنى عن الناس دي او لو انت مثلا لوحدك في مكان ما او في محل لوحدك شغال فيه او في دهانات او كلام من ده زي ما احنا قلنا بيستخدمه في عمالة دهانات او الصيانة طيب انت عايز بقى تشتغل لوحدك بمزاج ما تقعدش بقى تستنى حد عشان ييجي يسندك عشان تطلع فوق فتعمل ايه فقالك نعمل سلم ميجوز فقاموا جايبين السلمين وقاموا عاملين سلم ايه ميجوز اهو سلم ميجوز بس السلم الميجوز ده ملوش معايير امان خالص دلوقتي اهو اللي اتنين واقفين قصاد بعض بس ممكن اجي اطلع من هنا يقوم واقع النحية التاني او يقوم واقع علي او يقوم متطبق يعني شفنا مثلا واحنا زمان زميل لنا جاب السلمين وقام حاطتهم كده وربطهم مع بعض عايز يعدي من مكان لمكان ينفع؟ لا طبعا مش هينفع لان بحر السلم ده ده ساند على العصب بتاع الالياف بتاعة الخشب اهو ممكن ادوس علىها زي ما انا عايز تمام؟ انما السلمين اصبح هنا نقطة ضعف فقامت كسر به السلم او الاتنين السلم تكسروا به وايه وتعور كانت اصابة جامدة ويه ربنا يعافينا كلنا قرب يبقى لازم تراعي معايير الامان والسلامة والصحة المهنية وانت شغال لازم تشوف البعد والاوزان والاطوال اللي هتطلع عالسلم اه كل حاجة لازم تراعيها ما انا ما جيبش مثلا اه 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 اعمل مثلا اللسان بتاع السلمة دي اللي انا هعملها الدرجة دي اه رفيع جدا بحيث ان انا يكون مثلا واحد اه اتقل من من مئة وعشرين كيلو يجي يطلع على السلمة او الدرجة تقوم كسرة به مين اللي هيلحقه ده ومين اللي هيقدر يستلقى حتى انا مش هينفع مش هينفع فاصبح ان هو لازم يسند نفسه بالسلم المجوز اهو لازم يبقى فيه حركة مفصلية وحركة ثبت يعني هي ثبتة في نفس الوقت ومفصلية كمان من الناحية التانية تمام هنشوف كل المعايير دي بس هنتابع مع بعض حاجة اه مهمة جدا في معايير الاداء لو بصنا كده هنلاقي يصفي ويوشح العلام بعد الكتابة طبعا وهيعمل ايه هيعمل اه يشتغل بقى يعلم مكان النقر ومكان اللسان بحيث ان هو يقدر آآ يسيب مكان ليه اللسان ما ينورشي ويكون اللسان محكوم لما يجي لسن بقى يشرح وياخدش يطلع اللسان محكوم وطبعا الخادش هيبقى على الميل وزاوية الميل ده هنعرفها برضو دلوقت وممكن نستعمل طبعا الزاوية الكستيلا في الاداء في اثناء التجميع لازم تراي برضو مجموعة معايير ان هي لازم ترقم التعاشيق بتاعتك وانت شغال على اساس ان انت آآ ما تيجي تجمع بعد الحلية يبقى كل شغلك مظبوط وما تخلفش اتجاه الدرج جبتلكم معاي النهاردة حاجة مهمة جدا للسلم النقالي ودي منها نوعين دي منها نوعين دي اسمها مفصلة سلم مفصلة ايه سلم طبعا احنا عارفين مفصلة الباب واشكالها عندنا في البيوت انما انفصلت السلم اه دي بالنسبة لنا تعتبر جديدة نشوفها بقى النهاردة معمولة من ايه من خسطين من حديد مجلف تمام عشان الصدى طبعا بعد كده الجزء الدائري ده وجزء الدائري ده هم جزئين مع بعض متبرشمين بمصمرين برشام على امتن واعلى مستوى عشان هيشيلوا احمال خلي بالك طيب تعال ابص بقى على نهاية نهاية الخوصة مشطوفة نهاية الخوصة مشطوفة طب ليه كده لو قربنا كده مع بعض وبصينا على اتجاه المفصلة اهو لو جينا نقفل المفصلة لو جي خلي بالك شوف الشاطفة اهو لو جينا نقفل المفصلة اهو اللي اتنين الشاطفين ام قابلين بعض وقفلت على كده خلاص ما عارتش هتفتح عن كده معنى كده ان السلم ان قالي رد نفسه من فوق رد نفسه ايه من فوق بحكم ايه المفصلة طبعا انا هركب كم مفصلة للسلم هركب اتنين واحدة من الاتجاه ده واحدة من الاتجاه ده طيب في معايير اداء تانية هتعوزها اه عوز كمان ان انا في طرف السلم اللي انا هركب عليه جناح المفصلة ده هو طرف السلم اللي انا هركب عليه جناح المفصلة ده هو لازم برضه هو كمان يكون مخدوش او مشطوف بحيث ان هو يتقابل مع الشطف التاني اللي اقصاده بحيث ان هم يدوني متانة اكبر وقوة اكبر بدل ما ترتكز على الحرفين على السكتين دول بس حتة صغيرة لأ هيدديني الشطف هيخدمه على بعض ويحملوا الاوزان اللي معاه طيب ايه كمان عايز رعيف معايير الاداء اللي استنى كمان انا عايز امتن او اجمد او اوي السلم طب عشان امتن او اوي السلم ده هو او اجمده لازم انا صحيح انا عملت تعاشين مقره اللي سان اللي احنا هنعملها الوقت مع بعض ماشي وهنقول الشغل بالزبط بس انا بقول لكم على المعايير اللي احنا لازم نتبعها في الاو اول حاجة انا خايف من انفلات خايف من انفلات القاعدة العليا دي اه ممكن تنفلت اه طيب طب عشان ارعيها يبقى هاعمل من تحت الدرجة العليا اللي فوق صغب على بعده معين وليكن خمسة سنطي منه اعمل صغب ومرر فيه مصمار حديد بقوله عليه مصمار جويت مصمار ايه جاويت اه مصمار جاويت ده اللي هو كله سن او تجيب سيخ وتسننه من هنا وتسننه من هنا وتعمل وردة وتركب سامولتين وتقرط عليهم على اساس ان هو يلم بحر السلم ما يفتحش منك حتى لو الدرجة فتحت من فوق مش هتقدر تفتح بقى لماته اكتر مع الاسفين الخشب والغرق اللي انت غريتها به طيب حاجة تانية لو زاد بحر السلم هو كده كده انت هتعمل من تحت الدرجة العليا من فوق من هنا جويت بيه صامولة تمام الجويت ده هيبقى سمكه مناسب برضو او قطر السيخ او المصمار اللي هو الجويت ده اللي انت هتستعمله مناسب برضو للبنطة اللي انت بتعملها اللي انت بتنقر بيها او اقل سن او اقل سن وبتعمل له تعملو او ورد عشان الصمولة ما تخرمش في او تعض في الا وايم بتاعة السل تمام طيب نفس الحكاية من ناحية السفلة ناحية السفلة ده هه برضو نحت الدرجة السفلة من تحت الدرجة السفلة او السلمة السفلة ده هيقول ما حمالش فوق ليه ما حمالش فوق لانه هنا انك كده كده هطلع فوق الحديدة هتزحلقني هتوقعني يبقى الحديدة تبقى تحت مصمار الجويط او مصمار الامان اللي انا هركبه بصواميل من هنا وصواميل من هنا هيعد من تحت من هنا ومن تحت هنا يزبط للدنيا هنا وما خليش يعمل انفلات من تحت برضه طيب لو زاد الارتفاع بقى بالنسبة ليه سلالم العالية جدا زي اللي بيستعملوها في اعمال الكهرباء اللي مثلا اللي بيطلع ارتفاعات عندك بدرون مثلا ارتفاعه 6 متر اه او بتاع الفراشة اللي بيعلق نور فرحك او فرح اختك او فرح اخوك يبقى عايز برضه زيادة امان ممكن يجي عند السلمة اللي في النص من تحتها مش من فوقيها اهو من تحتها مش من فوقيها ويعمل برضه نفس ايه الحركة دي يعمل مصمار جويط عشان يمتن ويجمد ويقوي السلم طيب انا عايز اعرف السلم ده انا عرفته طوله او ارتفاعه او هيطلعني البعد كام تمام انا عندي مثلا السلم ده هو وليكن طوله مترين ونص اللي هو ارتفاعه ده هو كده مثلا من فوق الهنا الهنا طبعا انا عامل مكت اه مصغر وعامل شوفه عشان الناس بعد اذن سيادتكم مدرسين الجدارات في جميع مدارس الجدارات انا اه دايما بحب ان انا اه ما بتلككش دايما على حتة الخمات انا عارف ان في نضرة في الخمات بس انا ممكن اعمل حاجة تعوضني عن الخمات وقل حاجة وابسط حاجة ممكن اشغل بها ابناءنا الطلبة عشان يستفيدوا ومنهم اتعلموا المعارف ومنهم اتعلموا المهارات طيب انا عملت عطم السلم اللي قدامي ده من كام شوف سلم خفيف جدا في كل اللي المهارات الوجبة او الوجب تنفذها لابناءنا الطلب وانتو اولاد لازم تتعلموا كده وهاتوا اي حتة خشب بس يكون متماسل يعني اي حتتين خشب متماسلين وحتة معاهم وعملوا السلم ده انا جبت الفل بتاع الاجهزة الكهربية وعملت منه يبقى انت لازم تدور على الخامة البديلة برافو الخامة البديلة اللي تآهلك ان انت متعودش متعملش حجة الخامة ان هي مش موجود لأ انت ممكن تتصرف وتجيب ابسط خامات ايه لو جينا نبص هنا هو تخانة دي كام سنتي ايه تخانة ده ايه سنتي معقول اه معقول ونقرت فيها ونقرت فيها وعملت اللسان بتاع الدرج وكل حاجة تمام تمام ورعت كل معايير الاداء وانا بنفذ السلم ده لو انت مش عاجبك شكله اقول لي مش عاجب اهو سلم نقال ولا مش سلم نقالي اطلع لك عليه كمان تمام طيب ايه يبقى حتة الخامات ما نعملهاش حج معلش بعد اذنكم نتصرف في ابسط الحدود واقل الامكانيات ونتنفذ كل الجدارات المطلوبة ومخرجات التعلم كده كده اه مدرس المعارف اه 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 ام بدوره وانت حضرتك كمدرس جدارات هتقوم بدورك بتوفير البدايل المهم ان الطالب يتلاقي يتعلم الجدارات والمهارات اللي هتآهله ان هو يكون جدير في مهنة نجارة العمار طيب انا عايز بقى بعد اذنك هسيب النموذج ده دقيقة واحدة وهنشتغل ان هو حاجة بسيطة خالص هنقولها بالضبط هنعمل ايه لو انا اتكلمت مثلا عن السلم اهو خلي بقى خلي بالك معايا كده لو عملنا السلم نوه لو رسمنا سلم وانا عايز احسب عايز احسب خلي بالك عايز احسب بعد الدرجة دي وعايز احسب طول الدرجات اللي عندي طب احسبها ازاي قال لي ارجع بقى للهندسة اللي انت تعلمتها في الاعدادي وحاجة بسيطة جدا لو انا عايز اطلع مثلا لو انا عندي ديت خلي بالك اهو لو دي مثلا عندي اربعين القاعدة السفلة دهية اربعين هنكتب الوقت على الورق اه اربعين والقاعدة اللي فوق ديت عشرين يبقى القاعدة الوسطنية نهوت كام برافو جمع اربعين زائد عشرين يساوي ستين اسم على الاتنين يبقى اللي في النص كام تلاتين حاجة بسيطة خالص طيب لو انت طلعت دي تلاتين لو انت طلعت دي تلاتين مثلا ده انا بدي سبيع يعني على سبيل المثال اهو لو دي طلعت تلاتين ودي عشرين يبقى انا ممكن اطلع دي اه جمع عشرين زائد تلاتين كام ها برافو جمع عشرين زائد تلاتين يساوي كام يساوي خمسين على الاتنين فالخمسة وعشرين يبقى اه هتعمل نسبة وتناسب بين الدرجات باستعمال اهو لو احنا قلنا مثلا ان القاعدة السفلة اهو القاعدة السفلة اللي انت حسبتها بناء على ارتفاع حسابها بناء على على ارتفاع ارتفاع ايه اوايم السل حسب القانون طلعت رقم تساوي اي رقم نفرض ان هو مسلا كام ها ستين والياكم ستين كام سنتي والعليا مسلا هتبقى نص اللي فوق نص نص السفلة يبقى يبقى نص يبقى العليا كام ها يبقى العليا ستين على اتنين ساوي كام تلاتين يبقى دي سفلة مسلا ودي علي طب انا عايز اطلع طول القاعدة نهيه الوسطنية خالص اللي في السلم يعني لو انا عندي خمس درجات مثلا لو انا عندي خمس درجات اده درجة اتنين واده الوسطنية دي تمام الوسطنية دي يبقى ستين زائد تلاتين واقسمهم على كام على اتنين يبقى تسعين على الاتنين فهالكام برافو فيها الخمسة واربعين استعمل الخمسة واربعين دي كمان انهي يدتني البعد ده اهو ده هتبقى مثلا الخمسة واربعين يبقى اعتبرها على قاعدة سفلة وجمعها تاني على القاعدة انهيه العليا ماشي واشوفوا المتوسط بتاعها واطلع برضو طول الدرجات بتاعتي اتفقنا على الطريقة عشان الناس اللي بتسأل على مؤيسة السلم نحسب عدد الدرجات ازاي بناء على القانون وبناء على الارتفاع اللي يسمح للكبير والصغير ان هو يصعد ويهبط من على السل ما تعملش نكونش مثلا ما تعملش ليا كل خمسة وسبعين سمتي درجة من اللي هيفتح رجله الفتحة دي كلها عشان يطلع او ينزل تمام يبقى فيه ابعاد قانونية معتادة سهلة متوسطة تطلعك السلم وتنزلك من على السلم بسهولة ويسر تمام تمام كمان اطول الدرج عشان وانت بتحسب المؤيسة ما نعارف كده كده عارف ان ارتفاع السلم ده يبقى كام او طول السلم ده كام طول الايم ده كام مسلا وليكن مترين ونص تلاتة متر خمسة متر ستة متر اللي انت عارفه انت انت عارفته خلاص انما انا عايز اطلع عدد الدرج وعايز اطلع طول الدرج يبقى اتفقنا ان القاعدة السفلة طبعا بتشوفها محددة على ارتفاع الاوايم حسب القانون اللي احنا درسناه لو جبنا القانون تاني اهو قانون السلم النقال اهو تاني يبقى اذا كان الارتفاع اتنين متر او اقل يبقى بتكون القاعدة السفلة القاعدة السفلة خمس الارتفاع زائد عرض اي خلي بالك يعني لو لو هو مترين ايه اسم مترين على كام على خمسة برافو فهل كام فهل اربعين وتزود عليهم كام سبعة لو عرض الايم بعد التصفية تمام بعد كده الفتحة العليا عشان تحسبها يبقى هتساوي كام نص السفلة كانت السفلة كام اربعين يبقى نصها كام عشرين يبقى عشرين زائد سبعة يبقى نصهاي سبعة وعشرين عايز اطلع المسافة المتوسطة للسلم اللي هو الاربع درجات دي كانت عشرين دي كانت اربعين زائد سبعة ودي عشرين زائد سبعة اقسم اجمع دي عشرين اللي هي 27 واربعين اللي هي 47 زائد عرض اي ما تنساش اجمعهم زائد بعض واقسمهم على اتنين يطلع للمسافة المتوسطة للدرج واخد نسبة وتناسب بين الدرجات عشان اطلع طول كل درج تمام طيب ايه اللي هننفزه بقى في السلم عشان نشتغله مع بعض هننفز طبعا انت اللي بست الزي الرسمي للعمل في الورشة خلاص تمام جهاز تقلمك الرصاص تمام المتر متر القياس والزاوية القايمة والزاوية الكستيلا والشنكار ماشي جهزنا العدد والخمات اهو وكمان جهز كمان معك فارد تشريب وفارد حلية بسطوم وكمان جهز سرق تمساح وسرق ظهر وسحقة كل الحاجات دي هنحطها معانا طبعا محطوطة في معايير الاداء وهنشوف السوارهم دلوقتي طيب هنعوز ايه هنعوز في عملية النقر هنعوز في عملية النقر منقار منقار يا دوي بعد ده منحنا نعمل نموزج منقار يا دوي هوت وطبعا عارفين شكل المنقار من شكل الازميل وهنحتاج كمان ازميل عشان التنظيف تمام اهو واضح الفرق هوت بين المنقار والازميل وهنعوز كمان دق ماء خشب او شكوش ندق عليه عشان نعرف نفرغ النقر ونجهز طبعا اللسان بادوات الشرح والخدش اللي هي المناشير او سرق التمساح وسرق الظهر ويهه السحقة طيب لسه ايه تاني لسه هنعمل الحلية طبعا بحلية البسطوم وما توفرش عندنا حلية البسطوم اعمل الحلية شطف بحيس ان هي تكون شطف اه خفيف على اساس ان هو ما يزحلقش الصاعد او الهابط من على درجة السلم تمام طيب يبقى هنستخدم العدد اليدوية اللي هي الزاوية القيمة والقلم الرصاص والشنكار ومتر القياس طبعا هنستخدمه في قياس الاطوال وتحديد المسافات طبعا عشان وانا بعلم كده بالمتر طبعا بقيسة هوت وبعلم الاطوال والمقاسات المحورية او المقاسات الداخلية بين كل درجة ودرجة زي ما قسمنا المرة اللي فاتت افكركم كالطريقة التقسيم ازاي عشان اقسم المسافات دي عشان اقسم المسافات دي هعمل ايه قال لي طريقتي طريقتي الطريقة الاولى ان انا هجمع عرض طبعا عرض كل درجة هو نفس عرض القيم ما هنتفق ان هو سبعة سنطة او سبعة سنطة ومين اللي خلاها سبعة سنطة انا عندي مثلا الارتفاع مترين ونص ولياكل تمام ميتين وخمسين سنطة لو اسنا ديت سبعة هنجيب بقى السلم اللي عليه العين اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة اللي هو هيبقى سلم اه نقال مجوز طبعا الشرح بنستفيد من الاتنين سواء نقال المفرد او نقال المجوز لان المفرد لو عملت منه اتنين وجمعتهم بالمفصلة اللي احنا اتفقنا عليها هيبقى سلم نقالي مجوز تمام طيب يبقى انا باتكلم دلوقتي عشان احدد الاطوال والابعاد بالزبط بالزبط بين كل درجة ودرجة عندي طريقتين الطريقة الاولى ان انا جمع عدد الدرجات واضربهم في عرضها ازاي يعني انا عندي كم درجة هنا دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة ايه خمس خمس درجات وعند عرض الدرجة الوحدة كام سبعة يبقى خمسة في سبعة بكام برافو خمسة وتلاتين سنتي لو طرحتهم من لو طرحتهم من اهو خمسة وتلاتين سنت اللهم عرض ايه عرض عرض كام عرض الخمس درجات عددهم خمسة خمسة وتلاتين درجة طيب ارتفاع السلم كام ارتفاع السلم كام مترين ونص لو امتنوا خمسين سنتي اطرح الخمسة وتلاتين يبقى ناقص خمسة وتلاتين بتساوي ها من اللي يقول برافو متين ويه خمستاشر سنتي اقسمهم على انا عندي كم درجة ها تانا هوت عندي كم درجة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ها بكم مسافة برافو برافو ست مسافات لان احنا اتفقنا ان عدد المسافات بيزيد عن عدد الدرجات بمقدار واحد يبقى نقسم ديها على كام على ستة يديني ست ايه مسافات يعني نقسم هوت هيديني ست مسافات يبقى متين وخمسة ستاشر على الستة فهال كام ها واحد وعشرين على الستة فيها التلاتة تلاتة في ستة بتمنتاشر برافو باقي تلاتة يبقى خمسة وتلاتين على ستة تقريبا فهالستة اه سنتي او تقل ميلي شوي تمام يبقى انا هزبط اموري على هذا على هذه المسافة يبقى هاخد بحر السلم اهو هحدد هحدد هئيس من هنا اللي هنا كام ستة وتلاتين واخد عرض سبعة وستة وتلاتين واخد عرض سبعة وستة وتلاتين واخد عرض سبعة وانا ماشي تمام هعمل كل الشغل على ايم واحد وبعد كده هنقل العلام بتاعي يعني لو انا ما اسأل قدامي الاوائمة هيت يبقى ادي الايم وايم هعلم على ايم واحد وبعد كده هنقل العلامات بتاعتي على ايم واثنين وتلاتة واربعة حسب عدد السلالم اللي انا هنفز طيب الطريقة التانية قال لي اسم اسم انا عندي كم كم درجة هنا في السلم قال لي خمسة يبقى بكم مسافة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس درجات عدي بقى المسافات كده ادي مسافة اللي فوق دي ودي مسافة اتنين ودي مسافة وثلات ودي مسافة اربعة ودي مسافة خمسة والمسافة التحتانية ايه ستة تمام هنحسب بس مع بعض عشان نشتغل مظبوط ونعلم بدقة طيب يبقى اسم على كم ااسم الطول ده اللي هو متين وكام متين وخمسين برضه هو نفس المتين وخمسين اه اسمهم على ستة على طول اسمهم على ستة على طول ازاي اه اسمهم على ستة على طول طيب 25 على 6 فيها الاربعة الاربعة في 6 باربعة وعشرين 10 على 6 فهل كام فهل واحد واتبقى كام 4 على 6 اللي هي يعني كام يعني تقريبا 6 من 10 او 7 من 10 ملي او 7 ملي تمام يبقى 41 و 6 يبقى انا هقوم جاي من هنا اي اسم من هنا اللي هنا محوري محوري يعني تقريبا نص عرض الايه الدرجة محوري يبقى الرقم اللي انا طلعته هنا ايه محوري يبقى انا قدامي طريقتين الطريقة الاولى ان انا جمع عروض عدد الدرجات كلها سواء 5 سواء 6 سواء اكتر سواء قل واجمعهم واطرحهم من الطول او ارتفاع السلم الحقيقي واطرحهم منه واسم الناتج على عدد المسافات اللي هو بيزيد عن عدد الدرجات بمقدار واحد برافع عليكم يبقى المسافات في السلم بتزيد على عدد الدرجات بمقدار واحد طب انت لو طلعت عدد المسافات يبقى عدد الدرجات في السلم انه قالي بتقل بمقدار واحد عن عدد المسافات دي زي دي اتفقنا يا رجالة اتفقنا طيب يبقى احنا حسبنا دي وعرفنا المسافات المحورية اللي هتبقى بين دي و دي طبعا انت المسافة المحورية لو انت خدت منها نص السبعة كام ثلاثة سنط ونص طب لو انت واحد واربعين ونص دي لو انت خدت تقاطى ونص من هنا من فوق من الدرجة دي ماشي وتقاطى ونص من هنا ما هي هي انت خدت عرض درجة ونفس الحكاية هنا يبقى لازم يكون فيه تقسيم محوري طريقتين الطريقة اللي تريحك اشتغل به يا اما تقسم محوري الابعاد مزبوطة يا اما تقسم بتجميع عدد عروض عدد الدرجات وتطرحهم من ارتفاع السلم وتقسم الناتج على عدد المسافات اللي هو بيزيد عن عدد الدرجات بمقدار واحد تمام تمام طيب عملية العلم والكتابة يبقى احنا حددنا وعرفنا الابعاد القانونية اللي انا هشتغل عليها هو انا هشتغل وانا بعلم اسيب السلم ميل كده واجيب الزاوية واشتغل عليها كده لا ده انت بتجيب الاوايم جنب بعضيها كده هو وتجمعهم مع بعض اده اهو اربع اوايم اهو مثلا بتجيب الاوايم طبعا بتعرف انا جايب خشب رفاية على اساس ان هو يبان معنا افتر بجيب ويعلم على السمك او يعلم على العرض ايا كان اهو بس طبعا كن السمك افضل بحيس ان انا هوشح العلام من هنا ومن هنا يبقى النقرين مع بعض لان انا ينزلوا وشحين مع بعض عشان انا هشتغل بعدد يدوي انما لو انا هشتغل بماكينات يبقى ممكن اجمع من على وش واحد وخلاص وانهي العمل بكده تمام طيب يبقى انا اسمت اهو بجيب اايم بختاره للانضف الاحسن واعتمده شنكشة اللي هو ايه اللي هي الشخبطة المتعرجة اللي هي على الايم الوش النضيف وبرضو نفس الحكاية على الحتة اللي انا هعمل منها الدرج اشوف نهي المزبوطة واخدها خط او خط متعرج كده واتي اولاد عشان ما تنسوش لما اعمل كده يبقى دي اسمها ايه شنكشة على الوش النضيف وعلى الحرف النضيف اعلم مواضع النقر بالنسبة ليه الاوايم الاول بعد كده هشوف انا هقطع درجات السلم اللي انا عايزها ازاي بخاوي الاور ده هي تشوف كل اورة اورة طلعة و اورة دخلة بخاوي الاور بتاعتي اور اورة و اورة و اورة بتوع الاوايم اللي عندهم بسويهم على الزاوية مخدمين من هنا و مخدمين من هنا تمام وبعد كده بالمتر بحدد الابعاد بتاعتها هوت وشوف انا هقسم على كام وبالتالي بحط النقط بتاعتي اللي انا هقسم عليها اهو اهو تمام يا اولاد بعد كده ده طبعا لو احنا حبنا نعمل التأسيم المحور او التأسيم التاني المهم ان انا هجيب عرض الدرج و احط عرض الدرجة هوت واخد على المحور بالزبط لو انا اسمت كده مثلا نص عرض الدرجة هي اهو واخد من هنا اميل الالم من هنا وميل الالم من هنا تمام وميل الالم برضو من هنا هوت واميل الالم من هنا تمام اهو وهكذا لو عندي أربع خمس ست سبع حسب ارتفاع السلم عشر اتناشر خمستاشر أي عدد من الدرجات مليكش دعوة به خد العلامات بتاعتك هيت وعلى المحور زي ما انت عايز أو بتجميع عروض الدرجات وتاخد المقاس وتاخد سبعة وتاخد المقاس وتاخد سبعة بعد كده بتوشح العلام ده هوت أو بتعلم اهو بالألم الرصاص طبعاً اللي بعلم بألم عشان يبان معاكو قدام الكاميرا بعلم اهو بألم عريض بحيث ان هو يظهر معايا في الكادر اهو خدت عرض عدد الدرجات اهو وهكذا خلي بالك نجارة العمارة كلها تعتبر اعمال مكررة بس مع اختلاف المقاسات والتصميمات هتلاقي عملية المسح والتصفية هي نفس المهارات هتلاقي عملية العلام والكتابة هي نفس المهارات وتقريباً نفس العدد والأدوات هتلاقي عملية النقر هتلاقيها برضو نفس المهارات ونفس العدد والأدوات أهوت هفضل لغاية معلم وأوضح أماكن النقر بالنسبة لأوايم السلم بعد كده هقدر أوشح العلام أو هلف العلام حسب ما نعايز على أساس أن هيبقى هنا هيبقى هنا ايه هيبقى هنا نقر في الوش اللي أنا عاملنا هؤهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عشان نقيسه ونشوفه مظبوطا لا وانا بستعمل المنقار ماجيش على الخط الاحمر اللي انا عامله ده وانقر على طول لا ادخل منه اتنين او تلاتة ملي لجوة وانقر على اساس ان انا وانا بوسع لنفسي وانا بطلع المنقار بحركه كده يمين او الشمال من جوه هو من الجوه او اللي بره هو بحيث ان هو بياخد برضو حتة معايا بيوسعها لما لو انا اشتغلت على الخط الاحمر كله هيتاكل لو انا من كتر الدق والتفريغ الخط الاحمر ده هينتهي معايا انما لو انا بعدت شوية من الداخل اتنين ملي مثلا ولا حاجة وبدأت انقر وانا بقى اعمل كده هيقوم يوسع معايا فيه يوصل لغاية الخط اللي انا عايزه بحيث ان اللسان اللي هعمله للدرج هيكون محكوم عملية النقر وانا بقى انقر يدوي لازم انقر في الاتجاه ده مرة لغاية نص السمك تقريبا اهو ده السمك اهو انقر لغاية نص السمك تقريبا وطبعا انا لفف العلام هنا هوت عشان يبان معاك برضو الشغل اهو وشحت العلام او وصلت العلام وبنفس الانطلاقة بتاعة الشنكار اللي انا خدته هنا وخدته هنا هعمل الناحية التانية بعد اهو بعد النقر التاني بحيث ان انا وانا بنقر وانا بنقر هنا هنقر هنا للنص نص السمك ده هو نص التخانة ده تقريبا هنا هتخيل ان انا وانا بنزل بالمنقر كده ينزل لنص عمد التخانة بس وبعد كده بعد ما بنتهي من التفريغ طبعا بتبقى نحية العيد لدية بتاعة المنقر بتبقى نحية الخط العيد اللي تشكل معاه زاوية قايمة بس انا ببعد عنها اتنين ملة عشان قلتلك عشان ما توسعش معايا اكتر واطعن جامد اطعن جامد تمام وفرغ واطعن وفرغ حيث ان هي تطلع كل ما طلعت انت حتة متماسكة كده في النقر بيبقى شغلك مظبوط بعد كده قربت انا على الخط التاني خلاص اقلب المنقر اخلي الشاطف بقى نحية او جوه النقر اللي انا عايزه وابعد برضو اتنين ملة قريبا عن الخط ده واشتغل اهوة تمام يمكن يكون باين اهو اهو تمام واشتغل لغاية نص السمت بعد كده اهو مراجع تاني قالب من ناحية التانية طب انا قلبتي لي بقى هقولك قلبتي لي وافرغ افرغ اهو هي من هنا ومن هنا نقر مع بعضه وازبط كده بقى ايه بالمنقر ولغاية ما اتنور معايا وتبقى نقر نافد في اهوة مثلا هيبقى نقر نافد اهو من هنا او من هنا بحيس ان انا هجمع في الدرجة طيب هو انا قلت ان انا ليه انا عملت النقر من هنا نقرتي هنا لغاية النص من هنا كده عملت النقر لغاية النص نص التخانة والغاية ما وصلت هنا على البت المنقر تمام اهوة طبعا بدق بالدقماء ووصلت لنص ايه اتخاذ بعد كده بقوم قالب برضو واستكمل النقر من ناحية التانية على اساس ايه بقى ان اعدل اه اتجاه النقر من هنا ويبقى سليم واتجاه النقر من هنا ويبقى سليم عشان اتلاشى عيوب النقر ممكن ايدي تميل يمين او تميل شمال او تروح برا او تروح جوة يبقى انا ازبط النقر من برا وازبط النقر من جوة من ناحية التانية يبقى من ناحيتين من الوشين النقر مزبوط انه ممكن يكون من جوة قلب مني مش مشكلة مرة في مرة هتتعلم المهارة وهتبقى جديد يعني انت ممكن تغلط اه ممكن تغلط بس غلط عن غلط بفرق اوعى تستعمل المنقر من اتجاه واحد وتكمل النقر للاخر 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 هتشلع معاك وممكن تفلقلك الايم كمان او تفلقلك النقر طيب بعد كده انا عملت كل النقور المطلوبة مني عملت كل النقور المطلوبة مني وخلص النقر خالص تمام هشتغل بقى على ايه هشتغل على الدرج الدرج ده انا كنت حسبته قلت مثلا قلت الدرجة اللي فوق هتبقى مثلا كام تقريبا قال لي هتطلع مثلا اه اه ادي 27 يبقى الدرجة اللي هي تحت دهيت يعني لو قلنا دهي مثلا مثلا دي كلها 27 من جوة يبقى ديت كام مرافو هتزيد في حدود 5 سنطي من هنا تمام من جوة وتزيد كمان سبعة اللي هي قيمة السبعة سنطي اللي هي هتبقى كام يعني خمسة وسبعة اتناشر زائد 27 هتبقى 39 يعني تقريبا 40 سنطي عشان ضفرها وحلها عشان ما تكسرش منك وطبوز بعد كده هتنزل ونتنازل تحت هتبقى 45 اه خمسين خمسة وخمسين لغاية ما توصل للدرجة اللي تحت هتبقى الستين اللي احنا اتفقنا عليها في حالة الارتفاع بتاع القانون ما بفرضش ارقام انا ما بفرضش ارقام الارقام هي اللي هتفرض نفسها عندك على ارتفاع النموذج وعرض وقطاعات النموذج اللي انت بتعمله او على ارتفاعات السلم اللي انت هتنفزه ان كان متر ونص ولا مترين ولا مترين ونص ولا تلاتة متر ولا اربع متر ولا خمسة متر ولا ستة متر انت اللي هتمشي على حسب القانون وهتنفز العمليات اللي احنا اتفقنا عليها والمهارات اللي احنا اتفقنا عليها عشان تطلع بالجدرات مع المعارف اللي انت قلت عليها كده تبقى جدير فيه بالمعارف والمهارات تتحقق ايه الجدرات طيب انا عايز اه ابين بقى طول الدرجة طبعا انا هقوم جاي انا عملت حسبيا جمعت طبعا مش هقول ايه انا عايز الدرجة اللي فوق دي ايه طولها مثلا ولا يكون خمسة وتلاتين سنط والدرجة التانية اه دي خمسة وتلاتين سنط دي دي اربعين سنط دي خمسة واربعين سنط لا انا مش هقطع دلوقتي انا هسيبهم الجمعين مع بعض هجمعهم مع بعض يبقوا حتة واحدة حتة واحدة سليمة وافتح السلم زي ما اتفقنا يا ولاد ان انا ايه هقوم عامل الدرجة على بو هقسم الدرجة على ايه على بو هقوم عامل كده وقوم قسم وقوم قطع واحدة مع واحدة مع واحدة واعلم بالميل بالزاوية الكستل طيب عشان الوقت بس خلص مننا يبقى هنستعمل عملنا سلمين عشان نعمل سلم ايه نقالي ميجوز عشان نعمل سلم نقالي ايه ميجوز ايه اللي هيربط السلمين بعد الوقتي ايه اللي هيربط السلمين المفصلة اللي احنا اتفقنا عليها اسمها مفصلة ايه مفصلة سلم منها المفصلة اللفرنجي دي ومنها مفصلة بلدي بتبقى معمولة حدادي عند الحداد اللي يطرقلك هاته بس انا وجهة نظري ان المفصلة الحدادي اقوى وامتنة طب المفصلة بتتركب فين بتتركب على الايمين وهما ملمومين جنب بعض اهو بتتركب على الايمين اهو وهما ملمومين جنب بعض تمام اهي واسمارهم واسبتهم مظبوط بمسامير سن صاج او مسامير تبقى عاملة متانة بحيث ان هي تتناسب مع فتحة المفصلة وتربط معك جامعة وما تبريز شي من الداخل عايز تعملها من جوة عايز تعملها من برة الاتنين هيفتحوا ويقفلوا بحيث ان انت تعمل من الاتجاهين تمام وطبعا هتزود عامل امان واحد انا بشوف ناس بقوموا ربطين حبل هنا الصناعية بالذات بقوموا ربطين حبل هنا يربط بين الاتنين عشان ما يفتحش الفتحة اكبر من اللازم بحيث ان هو يسند ويدي قوة او متانة وفي بدل الحبل او الشكل بتاع الحبل مبقاش كويس او ممكن الحبل يدوب مني ممكن الحبل يدوب مني فبالتالي بعمل ايه بعمل حاجة زي شنكل شنكل بيتعلق هنا وبحيث ان هو انت تفتحه وتقفله زي ما انت عايز وتلم على طول السلم مايعقش الحركة تحت وتلمي الدرج وتلمي السلمين مع بعض وتعينهم في جنب او تركينهم جنب الحيطة وبحيث ان انت ما تشغلش اكبر حيث من الفراغ ودي ميزة من ميزات السلم انه قال المفرد سعيد جدا بوجود معاكم واتمنى ان شاء الله نتقابل في حلقات اخرى وبشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته